دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من كداء في كتيبته الخضراء وذلك يوم الجمعة التاسع عشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة وكان يوما مشهودا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى لما دخل مكة وكان في شدة التواضع لربه سبحانه وتعالى الذي أكرمه بهذا الفتح العظيم وكان يقرأ سورة الفتح وهو على ناقته يرفع بها صوته وأهل مكة من بيوتهم ينظرون إلى هذا المشهد العظيم ثم ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الخيف خيمة كما أمر ونزل بها فجاءته أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تستأذن عليه فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا يا أم هانئ فقالت له يا رسول الله أجرت فلانا وفلانا قريبين لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ متفق عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر